ينتهج النظام الإيراني وأدرعه التي باتت تنتشر في كل مكان سياسة تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم تلت عليها الكثير من الأنشطة الإيرانية التي باتت توصف بالخبيثة في المنطقة آخر هذه الأنشطة كشفت عنها مؤخراً صحيفة التليغراف البريطانية تتعلق بمعسكرات تدريب إيرانية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت مختصة بالتضليل الإعلامي الصحيفة ومن خلال تحقيق موسع لها كشفت عن قيام ميليشيا حزب الله اللبناني بتدريب الآلاف من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المدعومين من إيران بهدف إنشاء جيوش الكترونية تابعة لها في جميع أنحاء المنطقة هذه الجيوش وبحسب الصحيفة بدأت الميليشيا بتأسيسها عام 2012 من خلال تنظيمها معسكرات ودورات لتعليم المشاركين فيها في الضاحية التابعة لميليشيا حزب الله كيفية التعامل مع الصور رقمياً وإدارة أعداد كبيرة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة وإنشاء مقاطع الفيديو وتجنب الرقابة على فيسبوك ونشر المعلومات المضللة وتهديد وبث الرعب والانقسام لدى أي طرف يعارضها على الإنترنت بشكل فاعل التحقيق الذي نشرته التليغراف كشف كذلك أن قسماً كبيراً من المشاركين بمعسكرات التدريب هذه هم من العراق وسوريا ولبنان والبحرين والسعودية وبحسب التحقيق فقد شملت عمليات التدريب الرقمي لميليشيا حزب الله أكثر من عشرين مقابلة مع سياسيين ومحللين ومتخصصين في وسائل التواصل الاجتماعي وعضواً في وحدة العمليات النفسية العسكرية العراقية وعضواً في المخابرات العراقية وعدة أعضاء سابقين متخصصين بالتجيش الإلكتروني ويرى محللون سياسيون أن معسكرات التدريب والدورات التي يدعمها النظام الإيراني من خلال أدرعه المنتشرة في المنطقة والعالم ما هي إلا دلالة على سياسة ونهج التوغل الذي يهدف لنشر إيديولوجيات إيران التي تعتمد سياسة التفريق والتقسيم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تزداد انقساماً يوماً بعد آخر ترجمة نانسي قنقر